ترون أمامكم رسمة رأس يظهر أسفلها باللون الأزرق صندوق الصوت سأبدأ معكم في هذا الفيديو بتتبع مسار جزيء الأكسجين يستنشق الشخص جزيء الأكسجين عبر الأنف أو الفم في كلتا الحالتين ينتهي بها الأمر في نهاية الحلق لكن من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاختلافات بين الأنف والفم ففي الأنف مثلا هناك هذه الشعيرات الصغيرة التي سأرسمها باللون الأصفر يعد شعر الأنف جزءا من نظام الفلترة ووظيفته التقاط الجسيمات الكبيرة من الأتربة والغبار من الهواء حتى يصبح نظيفا ثم لديكم هذه المادة المخاطية التي يفرزها الأنف باللون الأخضر وهي المسؤولة عن تنقية الهواء من الجسيمات الصغيرة من الأتربة والغبار بهذه الطريقة يتم تنظيف الهواء عند التنفس عن طريق الأنف في هذه الحالة يكون الهواء أنضف من الحالة الأخرى لو قارنتم الهواء الذي تستنشقونه عن طريق الأنف بالهواء الذي تستنشقونه عن طريق الفم ستجدون أن هواء الأنف أنضف لأن الفم لا يحتوي على نظام التصفية ويعتبر تنظيف الأنف أشبه بتنظيف أدوات التصفية بالعودة إلى جزئ الأكسوجين كما قلت سيصل الهواء في النهاية إلى آخر الحلق سيكون الهواء أنضف لو دخل عن طريق الأنف لكنه سيكون أكثر دفءا وأكثر رطوبة سواء دخل عن طريق الأنف أم الفم حيث يكون الهواء في الخارج أبرد قليلا وجاف أكثر مقارنة بالهواء في الداخل هذه بعض الاختلافات الرئيسية من حيث ما يحصل للهواء يمتلك الهواء الآن الخيار بأن يسلك واحد من مسارين الأول سيكون عبر الحنجرة كما تعلمون تسمى الحنجرة أيضا بصندوق الصوت يقع فوق الحنجرة ما يسمى بلسان المزمار لسان المزمار أشبه بغطاء يعمل على حماية الحنجرة من دخول الطعام والشراب إليها يوجد أنبوب آخر مكانه هنا هذا هو الأنبوب البنفسجي إنه المريء وهو الأنبوب المخصص للطعام والشراب تريدون أن يذهب الطعام والشراب بهذا الاتجاه كي يصل إلى المعدة لكن لا تريدون أن يذهب الطعام والشراب باتجاه الحنجرة هذا هو عمل لسان المزمار فعند بلع الطعام والشراب سيغلق لسان المزمار لحماية الحنجرة لكن الآن في هذه الحالة لن يحدث ذلك لأن الداخل هو الأكسجين وليس الطعام أو الشراب بالنزول مع جزيء الأكسجين قليلا تجدون أنه اجتاز حدا معينا هنا سأرسم خطا متقطعا عنده فوق هذا الحد يوجد الحنجرة والأنف والفم وكل ما هو فوق هذا الخط المتقطع يعتبر الجهاز التنفسي العلوي وأي شيء تحت الخط المتقطع يعتبر الجهاز التنفسي السفلي من المهم أن تعرفوا الحد بين الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي فوق الحد الحنجرة وكل ما فوقها وتحت الحد القصبة الهوائية وكل ما تحتها بما في ذلك بالتأكيد الرئتين سأستمر بالنزول الآن لكن أبقوا الحد الفاصل في أذهانكم يمكنكم أن تروا كيف أن جزيء الأكسوجين يمر عبر القصبة الهوائية ثم يستمر بالنزول ليدخل إما للرئة اليمنى أو للرئة اليسرى عندها يصل إلى محور فيديو اليوم وهو الشجرة القصبية افترضوا أن الجزيء ذاهب بهذا الاتجاه إلى هذه المنطقة عندها يكون في الشعب الهوائية الرئيسية اليسرى ثم افترضوا أن الجزيء استمر بالنزول حتى يصل إلى هنا عندها يكون قد وصل إلى الشعب الفصية اليسرى ثم إذا استمر الجزيء بالنزول أكثر يصل إلى شعبة القطع اليسرى افترضوا أنني أريد التحدث عن شعب غيرها هذه وهذه مثلاً عندها تكون شعب القطع اليمنى قد تجدون أحياناً أن التسميات اختلفت فتسمى الشعب الرئيسية بالشعب الأولية والشعب الفصية تسمى الشعب الثانوية وشعب القطع تسمى الشعب الثالثية الآن هذه المنطقة في القصبة تسمى سهم القص أو جؤجؤ القصبة الهوائية يفصل الجؤجؤ بين الشعب الرئيسي اليسرى وبين الشعب الرئيسي اليمنى تجدر الإشارة أن الجهة اليمنى عامودية أكثر، بينما الجهة اليسرى جانبية أكثر. من الجيد معرفة ذلك، لأنه لو انزلق شيء ما هنا مثل حبة فسطق، فمن الأرجح أنها ستنزل بهذا الاتجاه بسبب الجاذبية. ستعمل الجاذبية على دفع الأشياء نحو الشعب الرئيسي اليمنى أكثر من الشعب الرئيسي اليسرى لأنها عامودية أكثر. سأسمي بعض الأشياء التي ترونها في الصورة. هذه الثلمة القلبية، وهي التي تساعدكم على التفريق بين الرئتين اليسرى واليمنى. والاختلاف الآخر الذي يساعدكم على التفريق بين الرئتين هو الفصوص. فكما تعلمون، تتكون الرئة اليمنى من ثلاثة فصوص، الفص العلوي، والفص الأوسط، والفص السفلي. بينما تتكون الرئة اليسرى من فصين، وهما الفص العلوي والفص السفلي. سأريكم الآن بصورة سريعة كل نقاط التشعب المختلفة. مثلاً، هنا لديكم بعض نقاط التشعب. هذه واحد، اثنان. أما نقطة التشعب الثالثة، فهي عند شعب القطع. الآن سأريكم سريعاً نقاط التشعب قبل الوصول إلى الجزء النهائي من الرئة، حيث يحدث تبادل الغازات. بالعودة إلى النقطة التي توقفنا عندها بعد التشعبات الثلاث الأولى، من نقطة التشعب أربعة هنا، وحتى نقطة التشعب عشرين، كل المرسوم باللون البرتقالي يسمى القصيبات الموصلة. ثم بعد القصيبات الموصلة، لديكم نقاط تشعب جديدة، وهي القصيبات التنفسية. يجدر الذكر أن القصيبات الموصلة الأخيرة تسمى القصيبات الانتهائية. أخيراً، تصلون لقنوات الحويصلات الهوائية، وكيس الحويصلات الهوائية، التي هي مجموعة من الحويصلات الهوائية مجتمعة. هنا ينتهي المطاف بجزيء الأكسجين، قبل أن تتم عملية تبادل الغازات. تسمى المنطقة من القصيبات التنفسية، وكل شيء أسفلها بالمنطقة التنفسية، وكل شيء فوقها يعتبر المنطقة الموصلة. وهذا لا يشمل فقط القصيبات الموصلة، بل أيضاً القصب الهوائية والحنجرة والحلق والفم، أي أن الأكسجين سيمر عبر المنطقة الموصلة بأكملها، ثم سينزل إلى المنطقة التنفسية حتى نهاية الشجرة القصبية ليصبح جاهزاً لعملية تبادل الغازات. وبهذا ينتهي الدرس.